اشتركوا في القناة ولو بشكل مدئي بحسب أصحابها مطالبها وأخرى تكاد أيضا بحسب أصحابها اختلفت في تفاصيلها واجتمعت على مطلب واحد الحرية اليوم نطرح تساؤلا بعد بعد سنتين على الربيع العربي الحقق الثوار غايتهم أم أن الطريقة إلى الحرية مازال طويلا هذه الأسئلة وغيرها اسمحوا لي أن أنقلها إلى ضيفي الأستاذ نبيل عبد الفتاح رئيس وحدة الأبحاث في مركز الأهرام للدراسات أهلا بك وأيضا الدكتور أحمد مفيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة فاس المغرب الدكتور أحمد مفيد سأبدأ معك أنت تقول أن الثورات العربية في خطر لأن هناك ما من رؤية واضحة لما بعد الثورات كيف ذلك؟ كيف ذلك في وجود أنه في دول أطاحت بأنظمتها واجرت انتخابات وتم انتخاب رئيس كما حدث في مصر أكيد أولا يطرح سؤال عريض هل ما وقع في الدول العربية هو ثورة أم حراك؟ الثورة في أدبياتها إطار الديمقراطية الغربية التي عرفت مجموعة من الثورات تكون مسبوقة بمجموعة من نظريات الفلسفية والفكرية ولكن ما وقع في الدول العربية وقع بشكل فجائي وقع بشكل تلقائي مما يجعلنا نقول على أنه حراك بطبيعة الحال ما زال يحتاج إلى مزيد من الوقت وبالتالي فما وقع في الدول العربية لم يصل إلى مبتغاه وإلى غايته لأنك الهدف هو الديمقراطية ولكن الديمقراطية لا يمكن أن تحقق بمجرد إسقاط رأس النظام لأن رأس النظام أو النظام الحكم بصفة عامة هو بنية هو نسق سياسي عريض فيه مكونات ومتعددة لذا في الديمقراطية وإن بس ديمقراطية تطلب ثلاث مراحل أساسية المرحلة الأولى هي إسقاط النظام ولكن المرحلة الثانية هي نقل الحكم من حكومة استبدادية سلطوية إلى حكومة ديمقراطية أو من حكومة عسكرية إلى حكومة مدنية هذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا عن طريق إجراء انتخابات نازيه وشفافة وإشراك الشعب وغير ذلك والمرحلة الثالثة وهذه الأهم هي مرحلة توطيط الديمقراطية وتوطيط الديمقراطية لا يمكن أن يتم بين عشية وضوحاها وإنما يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات على المستوى الدستوري على المستوى السياسي ومستوى الاقتصادي وعلى غير المستويات هذا كله يندرج على كل ما حدث في البلدان العربية ربما سنفصل في هذا الحوار أكثر بكل حالة وكل بلد لكن حتى نفصل في هذه النقطة يقول الدكتور أحمد مفيد سيد نبيل عبد الفتاح بأن هذا لا يعتبر بالمفهوم الثورات إنما هو حراك عفوي تابعا ربما تراكمات لكن كحراك مبني سياسيا لرؤية وأجندة معينة بأهداف لم يكن هذا البلد موجود في الحراك العربية حتى هذه اللحظة مجمل الأدبيات والدراسات التي تمت على العمليات الثورية وهذا تعبير إجرائي أكثر منه تعبير محملا بأحكام قيمة للأسف شريد وحتى هذه اللحظة يغلب عليها الانطباعات الشخصية التعميمات المجنحة وكذلك غلبت النضاعات الرغائبية في تقييم ما حدث في كل حالة على حدة هناك اختلافات هناك خصوصيات في كل حالة أيضا لا يوجد كتالوج للثورات بمعنى أنني لا أستطيع أن أقيس ما حدث في أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر أو ما سم بربيع الثورات والذي تم استعارته ثم وصفت به حالة ربيع براخ التي هي أيضا حالة مجهضة من الحالات التي تمت في ظل سطوة الإمبراطورية الماركسية وفي جانبها السياسي الإمبراطورية السوفيتية الماركسية لكن في تقدير الشخصي أيضا بما فيه ربيع براخ بما فيه كمان ما حدث ما أسماه البعض بربيع تهران كل هذه الأمور لا أستطيع أن أقيس عليها مرجعيا فيما يتصل بأوضاع العالم العربي على عديد الصعود والهياكل السياسية والثقافية والاجتماعية أكمل هذه الفكرة أخطر ما تم هو سطوة المجازات المحمولة على اللغة العربية لغة مجنحة بها كثير من الغبوض بها عدم الانضباط الدلالي من قبل مستهلك هذه اللغة ومن قبل منتجها كيف أصف هذا الموضوع؟ سطوة المجازات مالت إلى الاستعارات التي استخدمتها الصحافة والإعلام الغربي بوصف ما تم بأنه ربيع فورات وكذلك أيضا وأيضا بإطلاق وصف الثورة على نحو غير منضبط على الواقع الاجتماعي وبالتالي هناك أزمة في التكييف السياسي والاجتماعي لما حدث وأزمة استلاحية واضحة هناك كما قلت في البداية التعميمات وأحكام قيمة بديلا عن الانضباط لأن اللغة سائلة في المقاربات الإعلامية بل والأكاديمية والأيديولوجية السائدة في العالم العربي أنا أعتقد أيضا هناك غياب للبعد المقارن في التعامل مع هذه الحالات على اختلافها الوضع في تونس يختلف عن وضع في مصر مختلف عن وضع في عديد من المجتمعات الأخرى يجب أن أتوقف عنده لو سمحت لي عندما يكون هناك لا يوجد كما قال الكتالوج وصفة معينة وطريقة معينة تستند عليها الثورات لكن في الغرب لم يحدث كما في الثورات أو مباتا يعرف بالربيع العربي يعني حدثت ثورة لا تكون هناك عدوى تنتقل إلى بلد تل والآخر كما حدث في البلدان العربية هل هذه تحديدا هذه النقطة انطلاق رغم خصوصية كل بلد يمكن أن يعمم نفس مفهوم الثورات أو الثورة أو الحراك الشعبي كما سمى هنا ضيفي أيضا في كل البلدان العربية أنا ما سميت شوش حراك أنا لسه سأقولك وصفي أولا لا يمكن أن نعمي محلة على أخرى هناك مجموعة من المميزات ولكن هناك قصائم وكاننا سنغرق أيضا في المصطلحات لا ليس غرقا في المصطلحات الانضباط الاصطلاحي مع احترامي هو الذي سوف يحدد طريق التكييف للأمور ومصاراته ليس هناك خارطة طريق وحيدة يمكن لجميع الدول العربية أن تتبعها من أجل انتقال إلى مرحلة الديمقراطية ولكن الأساسي هو أنه مرحلة ما قبل الثورة كانت مجموعة من القطائع المشتركة حيث أن الوضع العربي كان يتميز بمجموعة من المميزات في مختلف الدول العربية من مشرقها إلى مغربها كان هناك تجميع للصلاة كان هناك انتشار للفساد والاستبداد بطبيعة الحال كان هناك تضييق في مجال حقوق الحريات كان هناك أوضاع الجماعية متضهرة كان هناك غياب للحرية للعدالة الجماعية للكرامة إلى غير ذلك بمعنى آخر أن الشعوب العربية وصلت إلى درجة أصبحت فيها المعيشة داخلات الأوطان لا تطاق في مجموعة من الأوطان لهذا خرج الشباب والشابات في مجموعة من الشوارع والمدن العربية مطالبين بالتغيير ولكن يجب أن ننتبه هنا ونقف وقفة تأمور حقيقية حيث أن المطالبة كان فيها شقين كانت أولا متالبة بإسقاط مجموعة من الأنظمة ولكن هذا الأمر لم يتم تعميمه على كل دول عربية حيث أن في مجموعة من الدول العربية أخرى لم يكن هناك مطالبة بإسقاط النظام بقدر كانت مطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد في السلطة ولم يكن هناك مطلب واضح يتعلق بإسقاط النظام لهذا قلت لا يمكن أن نعمي محالة على ح rhythmic في ما يتعلق إذا أردنا أن نحلل الأوضاع على صعيد كل دولة على حدة الشرارة الأولى للحراك العربي انطلقت من تونس. وكان أساسها أولا مطلب اجتماعي قح. هذا أخذا بالاعتبار إلى أن الأوضاع السياسية في تونس في ظل عهد زيل عابدين باعلي كانت أوضاع تتميز بهيمنة حزب واحد. الذي هو الحزب الدستوري الديمقراطي. نفس الشيء كان في مصر هيمنة الحزب الوحيد الذي هو الحزب الوطني الديمقراطي. نفس الشيء في سوريا. نفس الشيء في اليمن إلى غير ذلك. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هو أن الجمهوريات العربية أصبحت بمثابة ملكيات. لا أعمم هنا. ولكن أغلب الجمهوريات العربية أصبحت بمثابة ملكيات. حيث كان هناك اتجاه لتوريط رئاسة الدولة من الأبي لابنه أو لابنته أو لزوجته. وهذا مطرح جمعة معالمة استفهام تتعلق بالتداول السلمي على السلطة عن طريق سنة اقتراح. وهذا من جوهر الديمقراطية الذي غيب في مرحلة أساسية. وكان من بين أسباب متعددة دعت بالشعوب العربية إلى الثورة على مواقعها. وهو أيضا ما سنتحدث به. كان ثورة على حزب واحد متحكم بالسلطة الآن. هل اختلف المشهد بعد الثورات العربية ببعض الدول العربية. لكن حتى نخلص من جزئية الخصوصية. هل الخصوصية بنتائج بعض الثورات أو الحراك الشعبي تابع للواقع الخاص بكل بلد. أم أنه تابع ربما لأجندات معينة داخلية وخارجية؟ سنرى حديث الأجندة. موضوع جزء من. يعني لا حتى أوضح لك. ما النقطة التي نود أن نتحدث بها. عندما يكون هناك رئيس يترك البلاد ويسير. هناك رئيس يبقى ومن ثم يحاكم وما إلى ذلك. وهناك رئيس يسلم السلطة كما حدث في اليمن. هذه نتائج بغالبيتها يعني تعطيك تختلاف في المشهد. هل كلها نابع من خصوصية البلد أم لخصوصيات أخرى؟ سوفي الخصوصيات واضحة. الحالة التونسية بدأت من الجنوب على الصعيد الاجتماعي. بدأت من فئات الأكثر فقرا. البنية الموجودة هناك على الصعيد الاجتماعي تتسم بالتقليدية الشديدة. بدأت بإشعال النار لأسباب تتصل بالكرامة الذكورية. هناك. إذا تم التطقيق في الحوادث وابتعدنا عن المجازات المجنحة. سوف نجد أن هذه هي جوهر ما تم. لكن ذلك تفاعل مع مجمل اختلالات تحت حكم الرئيس السابق زين العبدين بن علي. سواء من انتشار الفساد الهيكلي الفساد النخباوي هامشية النخبة استمرار الاستبداد السياسي على نطاق معمم. استباحات كاملة حتى للحرمات الاجتماعية. حتى في الأوضاع التقليدية إلى آخر. كل هذه. لكن في بعض الأحيان السياق اللحظة التاريخية هي التي تكون العامل المعجل كتاليست اللي بيؤدي إلى إشعال الشرارة. للأسف لأن هذه نفس هذه الظواهر رجدة في بلدان عديدة. ولكن لا تحدث بها ثورات ولا انتفاضات. أنا أسميها انتفاضات ثورية في الحد الأعلى. انتقلت إلى عمليات ثورية معاقة الآن. لكنها ليست ثورات بالمعنى لا الكلاسيكي ولا حتى بالثورات المخملية التي تمت في سياق الانتقالات من نظم توتاليتارية في أوروبا الشرقية. أنا أسميها حتى هذه. لا حرك ما قبل البلد الوحيد الذي شهد حركات حقيقية. يمكن أن نطلق عليها حركات للاحتجاج السياسي. وأداءا لأطلق التسمية في البداية الأولى لها. نستطيع أن نقول حد شهدت في المغرب في بعض الحالات مكررة ومتراكمة منذ تسعينيات القرن الماضي في مصر. أيضا الحركات الموجودة الحراك السياسي الموجود في بلد اسمه البحرين. بلد منسي الآن في العالم العربي. الاعتبارات تتصل بالصراع الإقليمي والاعتبارات تتصل أيضا بالصراع المزهبي. نقطة ثانية فيما يتصل بالوضع في اليمن أيضا شهد بعض الحراك النسبي قبل شمول هذا الحراك إلى نتقات أوسع في ظل بنية تقليدية قبلية. الوضع في ليبيا وضع مختلف. نحن أمام مشروع من الناتو للهيمنة وتوزيع البترول وإقصاء القلن القدافي هو والعصبة التي كانت تحكم في ليبيا أنا ذاك. فإذن هناك تمييزات الحالة المصرية المحرك الأساسي أنها نتاك تركمات منذ ثمانينيات القرن الماضي على صعيد الخطاب النقدي على صعيد تحولها إلى حركات احتجاج سياسي واجتماعي ثم المطلب الأساسي أن القوى الحاملة لمشروع التغيير الذي أعيق هو في حقيقة الأمر الطبق الوسطى الوسطى المدينية وهي حاملة مشروع التغيير الكبير في مصر أعيقت لكن للأسف الوضع مختلف طبعا كيف أعيقت ربما يشاركك كنت تؤيد غالبية مكان يقول لكن كيف هنا يعني فصل ولو كيف أعيقت أولا دعيني أرجع إلى مسألة أساسية وهي الثرورة تأكيد تحديدا فيما يتخط بثورات العربية في هذه المحل هو أن الثورات العربية لم تكن في نفس المسار بمعنى كانت مسارات متعددة وبالتالي في النتائج أيضا متعددة فإذا أخذنا المثال المغرب الذي تحدث عنه الأستاذ في إطار المغرب كان هناك حراق لم يكن مع بداية الحراق في تونس أو غيره حيث أن المغرب شهد مجموعة من احتجاجات وكانت هناك تركمات ولكن لما نزل شباب وشابات 20 فبراير بعد انقلاق شرارة الأولى في تونس بطبيعة الحال كانت هناك استجابة سريعة للنظام السياسي المغربي حيث أن الشباب والشابات نزلوا بتاريخ 20 فبراير ومالك المغرب تقدم بخطاب تاريخي يوم 9 مارس أعلن من خلاله عن إصلاحات دستورية عميقة وهو ما تم وتم إجراء انتخابات يمكن القول عموما عن أنها نزل لا هذا لس إعاقة ولكن أيضا تم إفراز حكومة أيضا لأول مرة يقودها تيار إسلامي فيما يتعلق بالمعيقات الأساسية في حالة البحرين وهناك يمكن أن نتحدث وبكل صراحة عن معيق أساسي وهو تدخل قوات الخريج في منطقة البحرين في دولة البحرين لا لسبب انتشار الديمقراطية ودعم الديمقراطية وإنما لأسباب كما قال الأستاذ وهي أساس إقليمية ولكن لأسباب طائفية واضحة لماذا؟ لأن هناك مجموعة من الصراعات بين طائفتين أساسيتين هي التوجه الشيعي والتوجه السني فتم إيقاف التدخل بقوة لإيقاف التورة في البحرين وهذا يعتبر من معيقات الانتقال الديمقراطي في البحرين لكن هذه التهمة تحديدا حتى نكون لا نأخذ فقط البحرين كان هناك دائما شبح تخويف فزاعة أن كل حراك يدخل فيه إما موضوع قبائل أو طوائف أو الاعتبارات أخرى حتى هذا الموضوع في البحرين كان تغييب يقول لحراك سياسي على حساب الطائفية اتهامات متبادلة هذا الموضوع في البحرين هكذا أرى فيما يتعلق بليبيا ليبيا مع كم الأسف من أهم المعويقات التي ستعوقها حتى في المستقبل هو أن التركيبة الأنتروبولوجية للمجتمع الليبي هي تركيبة قبلية وبالتالي فهناك مجموعة من الصراعات القبلية والتي تطفو أيضا حتى الآن حصوصا وأن ليبيا في إطار التحضير لانتخابات الشرعية ففي إطار ليبيا هناك نزاعات عميقة جدا بين مجموعة من القبائل وكل قبيلة تريد أن تكون عضوا كما كان الصراع في إطار المجلس الانتقالي نفسي في إطار البرلمان المقبل لأن ليبيا لأول مرة تشهد انتخابات أما في مصر فالإشكال الحقيقي يطرح أولا هناك إشكال أساسي لا بد أن نوضحه لأول مرة في تاريخ مصر يتولى رئاسة الدولة رئاسة الجمهورية شخص مدني وليس شخص عسكاري ولكن هذا يطرح جمعة من الإشكاليات هو في حالة ما إذا سأثر الإخوان وحزب الحرية والعدالة وأتبعهم بطبيعة الحال برئاسة الجمهورية ثم برئاسة أو بأغلبية مجل الشعب فهذا سيؤدي نوع المعلم إلى تجميع الصورة والذي قد يكون معيقا لأن أهم مقومات الديمقراطية كما يقول مونتيسكيو بطبيعة الحال هو ضرورة اعتماد فصل الصورة سنفصل مصر اليمن البحرين وليبيا سوريا أيضا سنفصل أكثر ونمر عليها ولكن بعد الفاصل إذن سنتوقف الآن بعد الفاصل نتابع حوار الساعة ماذا بعد سنتين على الربيع العربي تفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد في حوار الساعة اليوم نطرح ونسأل أين هو الربيع العربي بعد سنتين واسمحوا لي أيضا أن أجدد التحية والترحيب أهلا بك الأستاذ نبيل عبد الفتاح رئيس وحدة الأبحاث مدير مركز الأهرام للدراسات التماعية التحية مدير مركز الأهرام للدراسات شكرا للتصحيح ودكتور أحمد مفيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة فاس المغرب سنفصل الآن أكثر وسنبدأ كما بدأت الثورات أو الحراك أو أي تسمية توضح هذا الحراك الشعبي من تونس سأبدأ بسؤال لآخر شيء لفتني في تونس هناك استقالة لهيئة إصلاح الإعلام قدمت استقالتها شوفي هذه الاستقالة وأيضا شكوى رئيس الجمهورية من أن بعض الاختصاصات التي منحت له غصبت من قبل الحكومة فيما يتصل بتسليم رئيس الوزراء الليبي السابق كذلك أيضا وأيضا بعض الممارسات التي مست الحقوق والحريات الأساسية الموروثة من قبل دولة برقيبة بكل تقاليدها بكل إيجابياتها وأيضا بسلبياتها لا شك أن ذلك يضرب في الصميم عملية بناء هياك المرحلة الانتقالية الأولى حتى تستقر التوازنات السياسية والاجتماعية وتنعكس كمصالح وكتعبيرات سياسية وتنظيمية داخل مؤسسات الدولة ما بعد جنفية للأسف الشديد هناك تناقض داخل ممارسات الحزب النهضة الخطاب السياسي الذي يطرحه السيد راشد الغنوشي وبعض صاحبه الذي يقدم في العالم العربي ويقدم إلى العالم الخارجي على أنه يقدم إسلام ديمقراطي معتدل يتماشى ويتصاوق ويندمج مع الحداثة أعتقد أن ذلك لابد من مراجعة هذا الكلام في إطار الانتقال من بعض التنظيرات والخطابات المنتجة للتوزيع في العالم الخارجي إلى الواقع في الواقع لدينا نمو حدث في ظل حكم الرئيس السابق وأجهزته الأنمية للطيار السلفي واستخدم الطيار السلفي في أكثر من تجربة في العالم العربي وأتيحت له الفرصة للنمو على النمط الوهابي والنمط الجهادي وكذلك أيضا وإلى نمط من الغلو الذي يتنافى مع تقاليد الدولة القومية الحديثة في العالم العربي موجودة في تونس وفي أسف في مصر وفي المغرب لا شك أن لسه عملية بناء الدولة في أكثر من بلد عربي كل الثقاء الباحثين المتابعين العالم العربي يرون أنه دير الحالتين القريبتين لكن هناك مشكلات تتصل حتى هذه اللحظة هيكلية تتصل بعملية بناء الدولة في العالم العربي ومن هنا الوافدون الجدد في تونس لم يكنوا قد راكموا خبرة الدولة لعديد الاعتبارات منها أنهم لم يكنوا جزءا من دولة الدولة الوطنية دولة ما بعد الاستقلال لم يكنوا أيضا وأيضا جزءا من التجريب ورأس الدولة في العالم العربي كانت نتيجة النزع الاستبدادية وغياب تعدديات حقيقية على الأرض والاعتراف بكل أنماط التعدديات كانت معملا للتجريب السياسي وللتجريب وبناء الخبرات والقدرات وبالتالي وجدنا أمامنا فجوة عندما تقرأين كيفية تركيبة المجلس التأسيسي على سبيل المثال في تونس سوف تكتشفين إلى أي مدى أننا إذا عديد من الشخصيات عديد من الفئات للأسف الشديد لا تعرف معنى الدولة لا تعرف فكرة كيف يمكن إدارة مرحلة الانتقال أيضا أيضا وأيضا نقطة مهمة جدا مسألة بناء الدستير والتوافقات لكن كان هناك أيضا عدد من أهم الشخصيات في تونس وفي العالم العربي نعم على أرقى مستويات المعرفة والتكوين والخبرة كانوا موجودين إلى جانبهم لكن هؤلاء في النهاية مجموعة خبراء أو شكلوا قلة في تركيبة المجلس التأسيسي وبالتالي رأينا هذا الاتراب ضغط من الخارج من قبل قول السلافية بعضها يحمل في أعطافه مشروعا مضادا للمشروع الديمقراطي الحداثي فهذا نحن أمام حالة ارتباك دكتور أحمد مفيد حالة ارتباك نحن نتحدث الآن عن تونس نحاول قدر المستطاع أن نسرح حتى نوقي الضوء ولو بشكل سريع على لمحة سريع على بعض الدول العربية لكن أليس هذا مشروعا أنه تأتي لا يوجد خبرة سياسية نتحدث عن أنظمة بقية عشرات موجودة بعشرات طبعا هناك تشابه واختلاف في بعض الأمثلة في البلدان العربية لكن عشرات السنين حزب واحد تستثار بالسلطة كيف ستأتي جهات لها خبرة أساسا إذا كان هذا ممنوع أساسا أنا أتفق معك تماما لأن حزب النهضة ولا حزب الحرية والعدالة وغير من الأحزاب الإسلامية في إطار الدول العربية لم تختار أن تكون مهمشة ولكن الأنظمة السياسية التي كانت تجمع السلطة بين أيديها وكانت مستبدة هي التي استبعدت كل مشاركة فعلية وعملية لكل التيارات الإسلامية لذا فبعد التورة بعد الحراك العربي بطبيعة الحال الناخب التونسي أو الناخب المصري عبر عن صوته واختار التوجه الإسلامي لم يختار التوجه الإسلامي وهذه على فكرة أساسية أن اختيار الإسلاميين في تونس من خلال حزب النهضة أو اختيار حزب الحرية والعدالة لا يعني اختيار التوجه الإسلامي وإنما في إطار جريب لأن في إطار الدول العربية تم تجريب مجموعة من تيارات القومية والاشتراكية والليبرالية ولكنها كلها تقريبا فشلت في وضع سياسات عمومية قادرة على الاستجابة للتطلعات الحقيقية وللمطالب الأساسية للشعوب العربية في المجال الاقتصادي. في مجال تشغيل في مجال الصحة. في مجال خدمات العمومية. في مجال التعليم وفغيره. لذا فالناخب أراد أن يختار تجربة أخرى من خلال الإسلاميين. ولكن الأساسي هو أن الإسلاميين إذا كانوا استفادوا من آليات وأدوات الديمقراطية من أجل وصول السلطة. يجب أن لا ينقربوا على الديمقراطية. لأن هناك مجموعة من المؤشرات التي قد ترجع مجموعة من الدول العربية إلى مرحلة ماضوية. وهذا ما لا نتمناه. لأن الأساسي هو أن يكون المستقبل أفضل من الماضي. بمعنى إذا كانت انتخابات كألية ديمقراطية أو سرط الإسلاميين. فلتحدث عن مصر. لكن دعنا نتهي من تونس. من تركيبة نظام مبارك. حتى هذا النقطة سنتحدث عنها. موضوع إذا كان تغير المشهد. تغير المشهد الآن في مصر. سنتحدث عندما نذهب إلى مصر. لكن في موضوع تونس حتى ننتقل من تونس إلى مصر. هل المشهد الآن التونسي يتوازن مع تطلعات الشارع التونسي التي خرج ثائرا؟ وهل يحكم تونس الآن عديد الأحزاب أم أنها جهة واحدة ولم يتغير المشهد عما كان عليه إطلاقا المشهد التونسي حاليا لا يتجوب تماما مع متطلبات الشارع التونس الذي عبر عنها في شارع الحبيب بورقيبة وفي مدينة سيدي بوزيد وفي غيره من المواقع بتونس. حيث أن هناك أولا كان المطلب هو ضرورة إعمال الديمقراطية. تم انتخاب مجلس سيسي حاز حزب النهضة على أغلبية تركيباته. وتم توزيع السلطة على أساس توافقي وإطار التوافق دائما قد يطرح مجموعة معالمات الاستفاهم. حيث تم إسناد رئاسة الدولة الدكتور المرزوقي. وهو كان معارضا بطبيعة الحال للنظام الرئيس بن علي. وكان من فيه بفرنسا. تم إسناد رئاسة المجلس. رئاسة الحكومة لحزب النهضة بطبيعة الحال. ولكن في إطار حاليا توجهات الجديدة للحكومة الجديدة ظهرت بعض البوادير. التي أقول خطيرة. أولا على مستوى حقوق المرأة. ونعلم كلنا جيدا على أن تونس كانت رائضة فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة. وكانت متقدمة نسبيا مقارنة عن جموعة الدول العربية. المسألة الثانية والمؤشر الخطير الثانية. هو أن هناك أصبح تراجع فيما يتعلق بالحريات الفرضية. مؤخرا تمت متابعة جموعة من الفنانين نظرا لا لشيء إلا إما للتعبير بلوحة فنية أو بفيلم سينمائي أو غير ذلك. قد يخالف وجهة نظر حزب النهضة. فالديمقراطية لا بد في إطارها من احترام الحقوق والحريات الفرضية. وهذه مسألة أساسية. وبالتالي التخوف الأساسي. هو أن تنقلب الأحزاب أو المكونات الإسلامية التي وصلت بطرق الديمقراطية. أن تنقلب على الديمقراطية. وأن تقوم بفرض وجهة نظرها. لأنه في إطار ديمقراطية لا وجود للفكر المطلق. ضرورة إعمال واستخدام الفكر النسبي. لا أحد يملك الحقيقة من غير الله. وبالتالي فلا أحد يمكنه أن يكون وسيطا بين الشعب والله. أو بينه بطبيعة الله. ولهذا فنأعتبر بأن الضمانة الأساسية في إطار جميع الدول العربية. وهذه ضمانة أساسية. لا بد من قولها. وهو ضرورة إقامة دولة مدنية. الدولة المدنية هي الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحرية الفرضية. في تونس المشهد بعيد عن دولة مدنية. رغم أن هناك كان تطمينات حتى ننتقل. ليس بعيد عن دولة مدنية. لماذا؟ لأن حزب النهضة والفضيلة كان قد طلع في إطار مجلس سيسي إعمال الشريعة الإسلامية كمصدر لكل القوانين. وهذا بطبيعة الحالة. نحن لسنا ضد الإسلام. ولكن الإسلام ينظم علاقة العبد بربه. وفي إطار العلاقات بين الديمقراطية يجب أن نعمل في إطار عقد الجماعي كما يسميه مونتسكيو. وأن من يتحمل مسؤولي يجب أن يحاسب أمام الشعب حسابا بطبيعة الحال. في تونس الواضح كما تقول أن هناك ثورة وهناك من قطف ثمار الثورة. والمشهد التياب الإسلامي غالب. في تونس حتى لو لم يكن في التوزيع السياسية كأتلافات أو ثلاث مراكز ليست واضحة بهذا الشكل. لكن كما تقول السماء الواضحة هي إسلامية. ننتقل إلى مصر. أنت كنت مستعجل لننتقل إلى مصر. لكن هو أكثر. أنا مش مستعجل ولا حاجة. جايباني باعتبار متخصص. عشان أتكلم في حاجات فيها تخصص. عايزة كلام عام. هناك من يجدون الكلام عام. سنتحدث في مصر في الخصوصيات. نحن تحدثنا بداية بشكل عام. الآن تحدث عن مصر. مصر الآن هناك كثير يقولون بأن المشهد لم يختلف عن أيام مبارك. بمعنى كان هناك إخوان وكان هناك سلطة. الآن هذه السلطة صغرة حجمها على مقابل تعظم وجود الإخوان. الثورة سارت بهذا المسار. أو الإخوان أخذوا. السؤال. هل فعلا الآن الإخوان المسلمين هم فقط الآن تكريس للمشهد الذي كان أيام حسني مبارك. ونفس المشهد لم يتغير. وأن الثورة بعيدة كل الزعود. لا. لا. ليس هذا. بالإضافة إلى ما قامت به هذه العملية الثورية من بعض الإنجازات. صحيح أنها الإنجازات ليست كبيرة. كما كان يأمل الذين قاموا بها. والذين فجئوا بها في ذات الوقت. لكن على الأقل لديك رئيس جمهورية جديد منتخب. يأتي من بين أعطاف قوى مدنية. لكن قوى مدنية دينية. يعني قوى الإسلام السياسي. صحيح أن هذه الجماعة كانت جزءا من النظام السابق. لأنها كانت موجودة في البرلمان وفي هذه المؤسسة المهمة. لكن في نفس الوقت لم يتم نجاحه بنسب كبيرة. وإنما النسب التي حصل عليها على الأقل في ضوء ما تم الإعلان عنه رسميا. نسبة ضئيلة. مقارنة بالمرشح الثاني في الجولة الثانية. كليهما تعبير من تعبيرات النظام القديم. الذي لا يزال مستمرا. الصراع الآن في مصر. صراع بين بعض الأطراف مع الدولة العميقة في مصر بالمعاني المصرية. ليس بالمعنى التركيسية. أو الأمريكي اللاتيني. بمعنى أن المؤسسة مؤسسات الدولة الحديثة في مصر التي شكلت من محمد علي. وكانت معملاً للخبرات في الإقليم وفي مصر وفي بناء الكوادر. هذه المؤسسة الآن لأول مرة تتعامل مع رئيس يأتي من خارجها. حتى لو كانت جماعته كانت جزءاً من تركيبة المؤسسة البرلمانية التمثيلية في مصر. في حدود تزويراتها. في حدود اللعبة السياسية التي كانت تتم في مصر. إذن نحن أمام حالة معاقة. أمام نخبة. هي نخبة التجريف السياسي الممنهج الذي تم. بمعنى أن انعكسات ذلك واحد. أنها نخبة تفتقر إلى الخبرات. صعدت نخبة جديدة في مقابل إزاحة جزء من نخبة النظام القديم. جزء منه لم تكن مؤهلة لهذه اللحظة. لا على صعيد التكوين المكتسر. لا على صعيد المعرفة بالتجارب المقارنة. التي تمت سواء على المستوى العربي أو المستوى العالمي. وده له نتائج في التطبيق. أبرز نتائجه أنهم يتحدثون في كثير من الأحيان عن أشياء لم يعلموا كيف تمت في الخارج. عندما على سبيل المثال لما يتحدثوا عن العدالة الانتقالية كطريقة للوصول إلى العدل عن جرائم ارتكبت في حق قطاعات جماهرية واسعة من أبناء الأمة المصرية هم لا يعرفون ما تتعني العدالة الانتقالية. حتى أن بعض كبار رجال القانون لا يعرفوا هذه التجارب وقال سندرسها بينما العالم كله قد درسها منذ عشرين عاما خلت. ده في مجال بسيط كان لهذا البلد دور مهم في مجال وضع القوانين والتشريعات والنظم القضائية على مستوى المنطقة للأسف الشديد وخارج الحضارة القانونية اللاتينية. إذن نحن أمام مشكل كبير. نخب مبتسرة ضعيفة التكوين ضعيفة الخبرة ظهرت على المشهد السياسي. استطاعت في الأسف الشديد أن تدير هذه المرحلة بسوء شديد على مستوى الممارسة على مستوى الأفكار على مستوى التخطيط وضع خارطة الطريق. فأضاع الشعب المصري حوالي الآن أكثر من سنة ونصف السنة في تجريبات سياسية. أنا عندي فاصل. وبعد أيضا سنشركك دكتور أحمد مفيد. تحديدا مصر عندما يقال لا يوجد نخب يعني يوجد نخب ضعيفة التكوين. لكن لدور مصر والإستسناعات محدودة. والسياسة كانت رائدة في موجال الأحزاب. وتحديدا هذا الموضوع. أن يكون لا يوجد نخب في مصر. هذا سنطرح هذا السؤال. لكن بعد الفاصل سنتوقف مع فاصل مشاهدين نتابع بعد حوار الساعة. بعد سنتابع فابقوا معنا. من جديد مرحبا بكم في حوار الساعة مشاهدي الميادين نتابع هذا الحوار حول عنوان عريض بعد سنتين على الربيع العربي. تحية مجددة لك. الأستاذ نبيل عبد الفتاح مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية. موصول الترحيب أيضا بك. الدكتور أحمد وفيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة فاس المغرب. سؤال أو تحليل تحدث به الأستاذ نبيل السابق حسني مبارك. الفعلا مصر رغم كل تاريخها بهذا المجال أحزاب كانت رائدة في بداية الحال. أنا لرأي آخر. أولا أقول بأن لمصر مجموعة من الكفاءات والخبرات. والدليل على ما أقول هو أن المصريين يحتلون مواقع مهمة خارج مصر في إطار مجموعة من المنظمات الدولية وفي إطار مجموعة من الدول. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أن هناك مجموعة من الكفاءات والخبرات تعيش داخل مصر. ولكن ما هو الإشكال الذي جعل هذا النخب خارج الإطار السياسي خارج النسق السياسي خارج مراكز القرار؟ هناك إشكال هو أن النظام السياسي السابق نظام حسني مبارك حاول إبعاد كل النخب المفكرة والمدبرة. وبالتالي كان هناك النظام وحاشية النظام أو ما يسميه المصريين بفول النظام بطبيعة الحال. حيث أن هناك مجموعة من خبرات والكفاءة التي استفادت مع النظام. ولكن هناك أخرى رفضت التعامل مع النظام فبقية مستبعدة. لأن المصريين فيهم مجموعة من الكفاءات والخبرات. ولكن إشكال أساسي هو الذي جعل هذه الكفاءات خارج ينظر ويستقدم بمجموعة من الأفكار. هي أفكار جميلة. ولكن لا بد من النزول إلى الواقع. لا بد من معانقتهم والشعب. لا بد من إنخراط الفعل. بمعنى أن أتحدث عن المثقف العضوي الذي يؤمن بالفكرة. فينزل إلى الشارع ليعبر عنها. العمل حركة كفاءة والمثقفين. إذن هذا دليل. هذا دليل قاطع. لا. مجموعة الانتقال افتقرت إلى التكوين وإلى الخبرات. وعشان كده المشكلات التي نحن فيها. لكن مصر فيها من الخبرات خارج إطار المشهد الحالي. ربما المشهد يفسره حتى نخلص بنتيجة أو نفهم ليس نتيجة بأنه اختار الشعب المصري بمن خرج للانتخاب. اختار الإخوان لأنه اعتبر أنه جرب هذه الأحزاب. مش بس جرب. ليه أولا. لاتفاق حصل اتفاق بين النخبة العسكرية. اتنين الذي حرص وضع واتخرط الطريق مع بعض. منظمين لديهم تمويلات كبيرة. لديهم موجود في الشارع. لهم مآثرهم ولهم معايبهم. ولكن يجب أن لا ننسى بأن المتقفين والكفاءات نزلوا إلى ميدان تحرير وطارب وسائل بطبيعة الحالة. لننتقل إلى البحرين. إلى البحرين. المشهد فيها البحرين. البعض يصفوا بالضبابي. إذا ما نظرت بالعمق به هناك مطالب. في المعارضة لا تجتمع على موضوع إسقاط النظام البحريني. أو إن وصلت بعضها ربما كانت صغيرة. لكن تحدث عن إصلاحات. وحملت المعارضة لبوس الاتجاه باتجاه جندات خارجية باتجاه إيران. وموضوع علاقة بالطائفة. وأيضا باتجاه أن لا تخرج إلى الخليج وأن تصل هذه الثورات إلى المعارضة. لكن دعني أطرح سؤال. في البحرين. إذا ما وصفنا المشهد في البحرين. دعنا نتحدث عنه بتوصيف للمشهد البحريني. كشعب بحريني في هناك حراب. هل هو توصيف فعلا هو حراك شعبي ينترج من ما حضرت في البحرين الأخرى. لأنه لا يمكن للجزء من تركيبة الأغلبية داخل المجتمع البحريني هي جزء من الحركة الوطنية تاريخيا. وبالتالي محاولة الفصل على أساس مذهبي هي جزء من أشكال الدعاية الإقليمية التي تقودها بعض الدول الخليجية في محاولة لخلق انقسامات ذات طبيعة مذهبية وطائفية. نقطة الثانية إذا كانوا جزءا من الحركة الوطنية تاريخيا وجزءا من عملية مع النظام إذن أنت تتحدث عن النسيج الأساسي للشعب البحريني. وبالتالي عندما تكون هناك مطالب مشروع على الصعيد الديمقراطي سواء التمثيل السياسي التمثيل المصالح التمثيل داخل تركيبات الدولة إيجاد إصلاحات سياسية بنيوية داخل هذه الدولة أعتقد هذا أمر مشروع وأمر مفهوم تماما. أما كل ماكينات ترمي إلى التشويه لإعتبارات طائفية حينا لإعتبارات سياسية حينا لإعتبارات تتصل بالعلاقات الإقليمية حينا آخر هناك مشكلات داخلية هيكلية وتاريخية واجتماعية إذن عليك أن تحلها عليك أن تجد حلول في إطار ديمقراطي وإصلاحي لها هنا أيضا ننتقل دكتور أحمد مفيد أيضا المعارضة تتهم السلطة كما يتم اتهام المعارضة بأن ترتهن ربما لأجندة خارجية بأن السلطة ترتهن لأجندة خارجية باتجاه دول الخليج وأيضا باتجاه البيئات المتحدة الأمريكية هناك قواعد تستند يقولون إلى هذه القوة وتظهر بعض بوادر للعالم الخارجي حسن نية أخراج بعض المتقلين حديث عن حوار بينما لا يوجد اتصال حقيقي مع المعارضة أولا دعيني أذكر بالمطلب الأساسي للحراك في إطار البحرين كان المطلب الأساسي هو المطالبة بإقامة نظام الملكية دستورية ماذا أقصد بهذه الملكية دستورية حسب ما عبر عنه البحرينيون في تظاهراتهم في ميدان اللؤلؤة الذي على سبيل التذكير تمت إزالته حتى من موقعه الجغرافي وهذا أمر مرفوض المطلب الأساسي كان هو الملكية دستورية بمعنى آخر أن يتم تحويل مجموعة من الصلاحيات بالخصوص في المجال التنفيذي في مجال الحكومة من ملك البحرين إلى حكومة المنتخبة لماذا؟ لأن ملك البحرين لا يحاسب ومن يتحمل المسؤولية في إطار نظام ديمقراطي يجب أن يخضع المساءلات المحاسبة من قبل برلمان المنتخب وأيضا من قبل الشعب لذا فالنظام السياسي لم يستجب بشقدر كبير لهذه المطالب تم الإعلان عن مجموعة من إصلاحات وهي إصلاحات جريئة ومهمة جدا ولكنها لم تفى بالحد الأدنى من المطالب ولكن دعيني أذكر بعامل ثاني هو أن في إطار البحرين كان هناك مجموعة من المتدخلين على الصعيد الإقليمي يجب أن نعترف بالدور الذي قامت به دول الخليج من خلال إرسال قوات الخليج المشتركة إلى البحرين كما يجب أن لا ننسى أيضا الدور الإيراني مع أن إيران بطبيعة الحال لا حق لها إطلاقا تدخل في المنطقة ولا دول الخليج لأن البحرين هي دولة كاملة السيادة وبالتالي فيجب الشعب البحرين يجب أن نضمها باتجاه ربما السعودية لكن دعني أتحدث بسؤال سريع هل الحراك إذا ما اعتبرنا نتحرك أكثر من دولة عربية هل سيتجهل البحرين هل المؤشرات بالدول الخليج الأخرى كواقع معيشي من نتحدث عن الشعب مطالب الشعب هل تندرج دقس كما حدث في البلدان العربية أو شكل ما من أشكال الحراك المطلبي على الصعيد الاجتماعي لكن دون تحقق إنجاز في الحالة المصرية لن يحدث أثير كبير لأنه في حقات الأمر تم احتواء أولا بعض المطالب الداخلية في أكثر من بلد عربي من خلال سياسات الرشة الاجتماعية لقطاعات واسعة تصرف في بلد 200 مليار دولار كانوا فين قبل كده ما تصرفوش قبل كده ليه نقطة ثانية إنه بحسب وعشان كده حجم التضاغط على التجربة المصرية ضاري هل مطالب في الخليج الشعب يعني مطلب الحرية ومطلب يعني الاجتماعي والمطلب الاقتصادي وتحدثت عن سوف تصعب في المرحلة القادمة هو نفس المطالب في البلدان العربية طبعا كلها بلدان عربية لكن تحسين الخليج لكن أعتقد أن المرحلة القادمة سوف تشهد بعض من الحراك بس على المدى المتوسط والبعيد دكتور أحمد أنا أؤكد لك ما قاله الأستاذ بأن دول خليج أخذت مجموعة من المبادرات من أجل إسكاة الشعب عن المطالبة بالحرية والديمقراطية لأن الشعب لا يطالب فقط برغيف الخبز وبالصحة والتعليم يريد أن يستنشق الحرية أن يعيش الديمقراطية أن يشارك في الانتخاب أن تتمتع المرأة بحقوقها وحريتها لا يؤقل في إطار دولين عربية أن تمنع المرأة من الانتخاب وأن تمنع المرأة من قيادة السيارة لأسباب لا يعلم لا هي أسباب حقيقية لا في الدين لا أساس لا في الدين ولا في إطار شرقوق والحرية الأساسية أصبحت الآن بفعل ثورة الاتصالات الرقمية على أولوية مطالب العديد من النفط ومن قطعات الانتخابية في العرب تفضل هو أن ما عرفتهم جموعة من الدول العربية خلال هذه السنتين بكل تأكيد ومن غير شك ستعرفه دول الخليج في المدى المتوسط والقريب سنتحدث صحيح ليس دائلة دقاق لكن سنتحدث عن سوريا عن الملف السوري هو شاغل كل البلدان الآن وكل المنابر الإعلامية والحديث عن ملف السوري تطور ليكون ملف دولي بكل أبعاد في سوريا هل نستطيع أن نوصف ما يحدث في سوريا وسط كل ما يحدث من مؤتمرات واجتماعات ومواقف لدول وتجاذبات سياسية ثورة بالمفهوم الثورات لا أستطيع أن أعتبر ثورة هذا سؤال لك وأيضا ليتكفي أحمد مفيد حتى نوزع الوقت شأن ما حدث ويحدث في غليبية البلدان العربية نحن أشكال من الاحتجاج ذات الطبيعة الاجتماعية أو المناطقية هذه نقطة مهمة وكذلك أيضا وأيضا ذات الطبيعة والمحمولات الدينية بصرف النظر عن مدى صوابية ذلك حقية الناس في أن هم يتمردوا حقية الناس في أن يطالبوا بمطالب وهذا حق لقطاعات من الشعب السوري لكن الوضع في سوريا مختلف عن غيره من الأوضاع في العالم العربي التورزنات الدقيقة التي تأسس عليها النظام والدولة السورية مع بعض الاستقلال وتحديدا في عهدي الرئيس الأسد الأب والابن بالغة الدقة وانعكساتها على الإقليم وانعكسات وسعة النطاق فأمامنا ثلاث سيناريوهات السيناريو الجزائري في المقالات نقطة ثانية السيناريو سرايفو وهناك سيناريو آخر وهو السيناريو الجزائري والسيناريو سرايفو والسيناريو الليبي ولكن السيناريو الليبي لا يصلح على الإطلاق مهما حاولت بعض عناصر من الإخوة في المعارضة السورية أن يطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل على النمط الليبي الوضع في سوريا مختلف استراتيجيا وحتى على مستوى اهتمامات الناتو بالبترول وضع مختلف على ناحية استراتيجية لكن في سوريا الدكتور أحمد مفيد أليس أيضا هناك نظام بقي لفترات طويلة أليس يوجد مطالب شعبية حريات تعبدية سياسية لماذا ربما يأخذ هذا الشكل باتجاه ما له انعكاسات على المنطقة أكيد أن ما يقع في سوريا لهم جمعة من الخصوصيات أولا بحكم الموقع الجيو استراتيجي لسوريا وهذا ما جعل مجموعة من القوى تتدخل في صالح النظام السوري كالصين وروسيا وقوى أخرى تقف إلى جانب المعارضة أيضا في إطار سوريا هناك تخوف من أن يتحول الصراع الحالي والحراك الحالي إلى حرب أهلية أو حرب طائفية وهذه السألة خطيرة هناك احتمال آخر هو أن يتم تقسيم سوريا إلى دويلات ولكن دعيني أقول كيف ما كان الحال فالعنف الممارس والممنهج من قبل النظام مرفوض على الإطلاق أي عنف مرفوض العنف مرفوض من الجانبين على الإطلاق ولكن دعيني أقول بأن معرفة السوريا كان هناك خنق للحقوق والحريات غيب للديمقراطية سيطرة لفكرة حزب البعث وهذه مسألة تتعارض مع منطق وجهار ديمقراطية لذا يجب أن يتحرر أن يتحرر المجتمع السوري تغيير هيكلة في طبيعة النظام السياسي يسمح بعكس التوازنات الداخلية مجددا في إطار الإصلاحي ديمقراطي يحمل حقوق والحريات الأساسية المواطنية بدقيقة واحدة هناك حراك الآن في السودان بدقيقة واحدة هل من خلال إذا ما اعتبدنا لا يوجد كما قلت كاتولوكات لكن الثورات المحيطة لقربها بالزمن والجغرافيا ما يحدث في السودان الآن كحراك يمكن أن يكون يتطور لما شهدته بعض البلدان العربية قد يتطور لكن حجم الانقسامات داخل النخب لعدم تبلور حتى القوى والمحركات الجديدة للعملية المعارضة الآن في السودان معارضة الاجتماعية الآن في السودان أعتقد لسه تحتاج إلى وقت ونضوغ ونضوغ يعني في العملية الوضع في السودان يمكن أن يتطور بفعل مجموعة من العوامل أولا كثرت المطالب الاجتماعية ثانيا لا يقابلها تجاوب من قبل النظام الحكم المسألة الثانية هو تجمع وتوحد قوى المعارضة في مواجهة النظام المسألة الثالثة هو العلاقات بين جنوب السودان وشمال السودان وإيضا موقف مجموعة من قوى الدولية والإقليمية بخصوص الوضع في السودان مما يؤهله لأن يتطور في السودان واجتمعت الأمثلة واجتمعت ربما ببعض الأمور في البلدان العربية حراك شعبي ثورات عربية ربيع عربية المشهد الآن غير واضح الأمل أن يكون هناك مشهد لفعلا يثمن هذا الربيع العربي حريات وتعددات سياسية وديمقراطية شكرا جزيلا لك الأستاذ نبيل عبد الفتاح مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية موصول الشكر لك الدكتور أحمد مفيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة فاس من في المغرب والشكر الأكبر لكم مشاهدين أينما كنتم حوار الساعة انتهى لليوم لقاءات أخرى تجمعنا معكم بإذن الله إلى ذلك الوقت بأمان الله شكرا